سمانة كذا 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 يعني سمانة 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 كذا سمانة كذا منهج ربنا سمانة سمانة ها سمانة سمانة كذا سمانة كذا سمانة كذا سمانة 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 كذا ماء سمانة سمانة برنامج برنامج سمانة كذا سمانة 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 بن само abraشانة ت мире voy اعطى مؤدي سمانة كندا سمانة لعندهم الفخر في بيرطانيا او في امريكا او في اوروبا او في كندا سمانة سمانة الأغنية لفين الفقرة اللي هي اللي عندها لفاكسينات ولا عندها نظام صحي ولا عندها ولا عندها ولا عندها احنا بس بنحاول نقرأ الخريطة اللي حطتها قدامنا الأمم المتحدة والبنك الدولي علشان نعرف أبعاد وحدود الفقر والحاجة في العالم واعتزم بساعدة أكبر عدد من الجوة وهم عنده إمكانية أن يساعد 138 لكننا نتمنى أن يكون عنده إمكانية يساعد مليار نخش بقى في الموضوع بتاعنا كوني كانت مقدمة شرعية الزكاة تعريف الزكاة والفقر في العالم ثم منهجية الزكاة دي الوقت بقى عندنا زكاة سواء بك أننا عايشين في بلادنا هنا أو في بلاد أخرى في عندنا زكاة حنقسمها إزاي كيف نقسم أموال الزكاة ما بين الوطن اللي احنا بنعيش فيه وحاجات الشعوب الأخرى ما بين الوطن الذي نعيش فيه وحاجات الشعوب الأخرى أنا بكلم عن خبرتي الشخصية إن في التسعينيات من القرن الماضي كان عندنا وأنا في الغاثة الإسلامية كان عندنا زكاة كان متساوي تقريباً 40% من داخل المؤسس يعني لو كنا بيجيب مليون بده 400 ألف فقلنا نعمل شيء واضح جداً 30% من الزكاة تصرف في عين المكان على الفقراء في بريطانيا أو على الفقراء في فرنسا أو على الفقراء في بلجيكا أو في هولندا أو في أمريكا و70% من أموال الزكاة تصرف على الأقشد فقراً في العالم الخليج دي كان اجتهد لنا منذ كم؟ منذ أكتر من 30 سنة منذ أكتر من 30 سنة خلاص؟ لماذا بقى في كل شيء لسبب أول شيء إن بريطانيا أو أوروبا دول غنية فيها انزام اجتماعي وخدمات اجتماعية للشعب كله دون تفريق دي نمرة واحد نمرة اثنين إن في بريطانيا في مؤسسات كبيرة تعمل على المستوى المحلي تجمع الأموال بالمليارات يعني أعتقد والله أعلم الفونديشن اللي بريطانيا دخلهم السنوي يقدر بعشرة مليار جنيس ترليني إضربهم في سبعة بالنسبة للريال والدرهم يقعنا نتكلم على إيه على سبعين مليار جنيس ترليني ده بس من الفونديشن المؤسسات دي النقطة التانية النقطة التالتة إن فيه في وزارات في بريطانيا عندها ميزانيات معتبرة بالمليارات أيضا لدعم العمل الداخلي والخدمات الاجتماعية يبقى لهذه الأسباب الثلاثة إحنا قلنا إن 30% فقط من مال الزكاة يصرفوا داخل البلاد و70% يصرفوا خارج البلاد أين تقع المشكلة بقى فيه مشكلة دلوقتي حصلة فيه بعض الجمعيات الشابة إذا أتكلمت عن إن إحنا في سنة 90 أو 91 أو 92 خدنا الخط ده فيه جمعيات ليسه طلع بقالها سنة ولا اتنين ولا خمسة وشباب متحمس وغيور طبعا على إنه عايز يحارب الفقر والمساعدة الفقراء في داخل الدول بتاعته الشابة طلع من أوروبا قبلك وإيه الأوروبية الغنية وعايز يفرض عن مجتمع فقه أحادي بمعنى إيه الزكاة لا تصرف إلا في عين المكان الذي جمعت منهم أن الزكاة لا تصرف إلا في عين المكان الذي جمعت منهم ويحاول أن يفرض عن مجتمع وعن منحين صرف أموال زكاتهم في بريطانيا أو أوروبا وأمريكا فقط 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 وقد يكون هناك أصلا شرعيا في هذا ولكن الحالية الآن كما قلتنا من قبل 2.7 مليار من الفقراء يحتاجون لدعم ليس 50 ألف أو 100 ألف داخل بريطانيا هذا قد يكون هناك أصلا من سورة الشرع ولكن قد يتعرض تعرضا شديدا مع معرفة مكونات المجتمعات التي لا بد علينا سعيدها لذلك أنا قلت في اتنين في فقيه شرعي في فقيه مجتمعي فقيه المجتمعي بيقول لا سيروح يضيء الأنوار للفقيه الشرعي لكي تكون فتيا على هدى من معرفة أمور المجتمعات داخل الوطن الذي جمع فيه الزكاة والشعوب والمجتمعات الأشد فقرا في دول أخرى فلتعرض شيئا مع معرفة مكونات المجتمعات التي لا بد علينا أن نساعدها خاصة مع تقفاقم الأزمات والصراعات المصلحة والتغيير المناخي وتفاقم أعداد النازحين واللاجئين والمشهرين في العالم والتي تعد بعشرات الملايين وإحنا حاليا وغالبيت هؤلاء النازحين واللاجئين يا شباب يلي بحاولين تسرفوا كل فلسكوا في بلد غنية هم من المسلمين غالبيتهم 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 ده من جهة أما من جهة أخرى زي ما أنا قلت لكي قبل كده في الحصائيات بتاعة برنامج الدول العالمي والبرنامج الإممائي والبنك الدولي إن زياد معدلات فقر وخاصة في الدول النامية كما ذكرنا من قبل 734 أو أكثر أو أقل مليون مليون عدد الناس اللي في بريطانيا 60 مليون 65 مليون طيب فلابد علينا من عمل موازنة نكون متزنين في عرقنا نكون متزنين في عرقنا نكون متزنين في عرقنا كيف الموازنة بين أننا نعيش في دولة غنية فيها أنظمة خدمات اجتماعية أو مؤسسات مانحة لهذه الخدمات الاجتماعية خلاص إحنا كده وبين الدول الأخرى ليس هديها أي خدمات اجتماعية ننزل الصمار ننزل تشاد ننزل الناجر ننزل مالي ننزل كونج الديموقراطية ننزل بنين ننزل جينيا ننزل كل هذه الأشياء فتسوانا ننزل كل هذه الأماكن بلك ودول أخرى فيها برضك ما فيش خدمات اجتماعية ولكن فيها نازحين ولاجئين كذلك بالملايين أو بمعات الألعاب يعني ما نبص على قضية الأرترية اللي موجودة في السودان منذ السبعينيات القرن الماضي عنا فيها ربعمائة ألف أو أكثر من الأرترين في دولة تعتبر من الدولة النامية لما نبص حاليا في المواجهة اللي حصلت مع التجرانيين والحكومة في أديسة بابا في أثيوبيا نجد أن فيه عشرات ألاف من اللاجئين التجرانيين دخلوا الحدود السلانية يبقى الحدود السلانية فيما يقلع عن 500 ألف أو أكثر دلوقت من بين التجرانيين والأرتريين فحاجة هلال 500 ألف أو حاجة السوريين اللي موجودين في أماكن مختلفة في العالم أو حاجة اليمنيين اللي موجودين في داخل اليمن اللي منهم 4 مليون نازح والسوريين اللي موجودين داخل السوريين فهنا نتكلم عن الملايين فلابد الإنسان قبل أن يفتي وهو متحمس أن يرى خريط العالم ثم يرى خريط مجتمعه داخل هذا العالم التوازن هنا بيجعلنا نقطة أولوية لصرف الأموال في الدول الفقيرة من كل الأحصائيات اللي أنا قلتها في الأول اللي عنها البرنامج الدولي العالمي والبنك الدولي وبرنامج الإنماء للأمة تحتها أما الدول اللي احنا مايش فيها في الغرب دي يعني مثلا أنا بكلمك كلوقتي من برمانجان في بريطانيا منك ولتتوفر كل هذه الخدمات مجانا لإيه ليه أبناء شعبات فعلى هذه المؤسسات الشابة المتحمسة أن تعمل كالتالي دي بقى زي ما تقول نصيحة لأولئك الشباب أول شيء تعلم أين هي المؤسسات البريطانية الكبرى التي تعمل داخل المجتمع البريطاني وتعد ميزانياتها بمئات الملايين وتحاول كل ميزانيات بتاعت هذه المجموعة ما لا يقل عن عشرة مليار جنيه سترلي هنا في تحدي لأننا ما عنديش قدرة أن نتواصل مع أولئك الناس ما عنديش إمكانية ما عنديش أهلية لابد أن نقابل هذا التحدي لأن امرأة واحد على هذه المؤسسات وأولئك الأفراد أن تعلم الإدارات اللي عندها هذه الأموال الكثيرة هنا في الوزارات وبتصرف هذه الأموال داخل المجتمع البريطاني أو داخل المجتمع الأوروبي على الأبناء الوطن وعلى اللاجئين اللي وصلوا لأوروبا ولابد بهذا أن هذه المؤسسات الشابة تؤهل نفسها لكأن تكون شريكا للمؤسسات البريطانية الكبرى والمؤسسات الدولة كذلك إن هنا في ميزانيات بالمليارات في سؤال يطرحوا السائل ماذا عن اللاجئين الذين وصلوا حديثاً للبلاد وليس لهم الحق في الاستفادة من هذه الخدمات؟ أيوة ليه لا؟ أنا ما قلتش ما تصرفوش أموال ذكاة في بلدكم ما تصرفوش كل أموال الذكاة في داخل البلد يُعطوا من الزكاة لكن إذا أنت جمعت مبلغ X قسم الـ X دا الجزء إين؟ جزء داخل البلد الغنية والجزء الأكبر خارج البلد الغنية ومن الجزء اللي داخل البلد الغنية اللي دا يصرف على هؤلاء اللاجئين اللي دا ما أخذوش حقوقهم لماذا؟ أنا بأدافع عن هذا الرأي لأن عدد النازحين لأنهم أقل عدداً من عدد النازحين اللاجئين في الدول الأخرى يعني عدد الناس اللي وصلوا أوروبا وأمريكا أقل بكتير جداً أقل بكتير جداً من الناس اللي النازحين داخل سوريا أنا قلت في أديامنا أربعة مليون قلت في سوريا يمكن في الداخل يمكن 7 مليون أدي 11 مليون كم؟ أوروبا استقبلت كم في خلال السنوات اللي فات أكترهم كانت مع ألمانيا ما أصابتش مليون والباقي كلهم بالألاف يعني بس في الدولتين فقط عدد النازحين داخل داخل اللاجئين اللي خرجوا من اليمن واللاجئين اللي خرجوا من سوريا اللي بالملايين برضا يبقى ننظر لأنهم أقل عدد من النازحين واللاجئين في الدول الأخرى ما هيك بقى عن النازحين في داخل بلد زي كنغول الديموقراطية اللي كان فيها 5 مليون نازح في الداخل نعيك عن العراء اللي كان فيهم الآن فيها 3 مليون نازح في الداخل أيام داعش أيام سوداء بتاع الداعش ومن صنع داعش ومن أتى بداعش لنا هنا وهكذا 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 إذن كيصبح علينا الموازنة الموازنة والاتزان الموازنة والاتزان بين الانفاق على المحتاجين في الدول الغنية والانفاق على المحتاجين في الدول الفقيرة ولا نلزم لا نلزم أحد أو نروج لرأي فقهي يلزم الناس على فعل هذا لأن مثل هذه هي آراء لا ترى بعينيها أو ببصيراتها ولكن ترى بعين واحدة وعين المصطحة المؤسسة أين الاستشكال الاستشكال هنا يا شباب إننا سهلة جدا إننا أدخدق عواطف المسلمين بقى اللي موجودين في بريطانيا وأمريكا وأوروبا وكذا إنها لحقونا 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 في يدفع الزكاة للناس اللي هنا سهلة والأصعب إننا أروح أقوم الحكومة إننا أتفعلها ضرائب أروح أقوم المؤسسات البريطانية الكبرى اللي هي عندها أموال كتلة جدا أو يكون عندي القدرة على التعامل مع هذه المؤسسات الكبرى لكي تعطيني أموال نستشكال إننا من السهل لهذه المؤسسات الحديثة رؤية دورها الشباب من الشباب المتحمس أن تطلب الزكاة من المسلمين وأن تدخم الحاجة المحلية لهذه الفئة من الفقراء واللاجئين الذين أتوا إلى هذه البلاد وهم فعلا عندهم حاجة ولكن علينا أن نسد حاجاتهم من أموال المسلمين قليلة مقارنة بالمليارات الموجودة في المؤسسات البريطانية والحكومة البريطانية أو الحكومة الأمريكية أو كل الحكومات الأخرى لذلك أنا معاكم وضعة هذه المعدلات لإظهار كافية إنفاق مال الزكاة وأن فلسفة هذه المعدلات هي تقسيم أموال الزكاة ما بين المكان الذي يعيش فيه المزكي والمتصدق والمكان الذي فيه المجتمعات أخرى فقيرة بالنسب تتناسب مع حاجة الفقراء والمحتاجين من جهة قوة أو ضعف أو غنى أو فقر الدولة التي يعيش فيها المزكي ومصدق من جهة الأخرى يلا معنا عشان نشوف المعدلات هذه مثلا إذا خدنا 56 أو 57 دولة في النظامة التعاون الإسلامي نجد أننا أسمتها الأربع شرائح أو خمس شرائح المجموعة الأولى هي الدول الأشد فقر المجموعة الأولى هي الدول الأشد فقر والمجموعة أنه تبتل عشرة لتسعين في المية يعني إيه عشرة في المية يعني إيه 90% يعني لو كان في بعض المحسنين داخل النيجر وداخل مالي وداخل تشاد وداخل الصومال يصرفوا جزء تسعين في المية من أموالهم من أموالهم داخل هذه الدول وعشرة في المية لدول أشد فقر لو حيج السائل يقول لك والله لما دور فقر وخرج عشرة في المية دول إيه أقول لك أي ولا بد لأن في مبدأ اسمه مبدأ الإثار لكي أكون أنا جالس في النيجر أو في المالي أو تشاد وأجد أني في صدقة جيالي من الصومال قل سبحان الله يحصل التآلف يحصل المحبة يحصل الود يحصل الإخاء يحصل الإثار مبدأ الإثار يعني عشرة في المية دول اللي بيطلعهم المحسن الناجيري اللي هو اللي من النيجر أو المحسن الصومالي اللي واحد في الكاميرون أو حد تاني دي كلها نحن عايزين مش مقرر الإنفاق فقط لكن عايزين إثار ومحبة وتكامل وتآذر وانتماء للأمة الإسلامية ده من نسبة العشرة في المية وتسعين في المية واشا المحتاج بمعنى الإثار الذي آثر فيه المحسنون من الصومال هؤلاء الناس عن أنفسهم في هذه الدول إيه بقى الدول اللي هي نتكلم عنها اللي أشكد فقط في منظمة التعاون الإسلامي وأنا حضرتهم كلهم الصومال الجيبوتي اليمن سوريا غنية لكن حاليا عندما حصل فيها والعزو بالله السودان تشاد النايجر مالي موريتانيا سنغال لبنان حاليا لأن لبنان ما كانتش كده قبل كده بنجرادش جزو القمر فلسطين أريتريا سريليون الجابون جامبيا جينيا بيساو يوغندا بوركينيا فاسو الكاميرون بنين تروجو زنجبار سورينام ساحل العاد جويانا موزنبيق أبغانستان هي دي الدول الأشد فقر الموجودة داخل اللي هو النظام التعاون يسبب دي المجموعة الأولى يبقى 10% من المحسن داخل دي دول في الخارج و90% داخل الدول دي المجموعة التانية هي مجموعة الدول المتوسطة الدخل وهي مجموعة الـ 15% لـ 20% والـ 80% لـ 85% يعني ايه يعني هنا المحسن المحسن في هذه الدول المتوسطة الدخل هيطلع مال من زكاته لخارج البلد يتراوح ما بين 15% إلى 20% ويصرف داخل البلد 85% لـ 85% ايه الدول دي بقى نتكلم عليها ايه الدول دي بقى لمتوسطة الدخل ليه مصر وليبيا حاليا ليبيا حين شاء الله ما تعافى هتكون في المجموعة الأولى ان شاء الله المجموعة الأولى هي الأكثر غناءا تونس الجزائر المغرب باكستان البانيا كرغيزستان أذربيجان حاليا لأن أذربيجان دولة بترولية لكنها بتتعافى من حرب مع أرمينيا وأتمنى أنها تخرج منها تاجكستان كذرخستان أسبكستان تركمانستان العراق ان شاء الله تنتقل لما الدول الأكثر غناء ان شاء الله اندونيسيا نيجيريا ان شاء الله كذلك دولة غنية اندونيسيا لكن لما تنتقل إلى الدول الأخرى البحرين وجزر الموضي زكاته في الخارج لا يتعدى 15% لـ 20% ويصرف داخل البلد بتاعته اللي وعيدت فيها 80% لـ 85% دي كتل اجتهادات من عندي أنا بناء على ما رأيته وعلمته وتعلمت منهم من معاناة الفقراء والمساكين أنا قلت أسماء الدول آية قلت أسماء الدول دي المجموعة الثانية اللي هي الدول متوسطة المجموعة الثالثة اللي هي الدول الغنية اللي هي مجموعة الثالثة 75% والـ 25% 30% يعني يعني 70% من زكوات هذه الدول أو 500% تصرف خارج هذه الدول و25% لـ 30% تصرف داخل هذه الدول 70% لـ 500% من الزكاة تخرج برة و25% لـ 30% تصرف داخل هذه الدول بمعنى ما هي أسماء هذه الدول أنت منكل دول الخليج السعودية والكويت والإمارات سلطنة عمان وقطر في حاجة تانية 1-2-3-4-5-6 مفروض وعمان 1-2-3-4-5-6 أو 6 وهنا بقول تقول ما هي دولة خوية وغنية بتسلق في هنا أنظمة أن في بعض اللي هم العاملين اللي هم الوافدين قد لا يكون عندهم أحقية في التمتع بالخدمات الاجتماعية فعلى الجمعية في داخل هذه الدولة تنصف من 25% إلى 30% داخل الدولة و70% إلى 500% خارج الدولة بالإضافة إلا إيران وتركيا وماليزيا دي برضا الدول مش فقيرة ماليزيا مش فقيرة تركيا مش فقيرة إيران مش فقيرة يعني دول دي المجموعة الغنية اللي هي 25% إلى 30% داخل الدولة و 70% إلى 50% خارج الدولة ليه؟ لأن برضا إيران دولة كبيرة فيها يمكن 80% وقتا مليون كذلك تركيا إلى آخر المجموعة الرابعة اللي هي المجموعة الأكثر سراء مجموعة 90% يعني أي 90% يعني المحسن في هذه المجموعة المتصدق المذك يصرف 90% من ماله خارج الدولة الأكثر سراء و10% داخل الدولة الأكثر سراء ودي منها بروناي بروناي منها يعني أنا كنت في يوم الأيام بزور بروناي وكان السلطان ربنا يديه الصحة عمل صدقة على روح أبيه مدينة ملاهي مدينة ملاهي كاملة شغال 24 20% أنا ركبت في يب لاش فلذلك إحنا لابد نحن نتعامل مع هذه الأشياء مش كشيء واحد في الإنجليز بقولك ده غلط مش لباس واحد حيلبس الجميع كل مكان لي حيثية بتاعته فما فيش مذهب ما فيش رأي فقه يكون على الجميع لابد نناقش كل مجتمع في حيثية إقامة مؤسسة الزكاة على مستوى العالم وكيف أن دي مؤسسة الزكاة تمنح هذا المال من الدولة الغنية للدولة الفقيرة وقصة من الجزء في الدولة الغنية والباقي في الدولة الفقيرة طيب ده بالنسبة للأربع مجميع الأولى في بعض الدول في المجموعة الخمسة دول غير الأعضاء في نظمة التعاون الإسلامي ودي بردك وثنين في الداخل واللي منها قبرص الشمالية البوسنة والهرسك وأفريقيا الوسط تلات دول دول هما يعتبروا مراقبين في النظام التعاون الإسلامي ففيها قبرص الشمالية والبوسنة والهرسك وأفريقيا الوسط دي بتخش مع الدول الفقيرة اللي 90% من الزكاة يصرف داخل الدولة و10% من الزكاة يصرف خارج الدولة ده بالنسبة للاستشكالات اللي بتواجهنا كعمال مجتمعية طيب في دول تانية بتجد فيها أقليات مسلمة نجد تاني يعني نتكلم نبقى عن دول أغلبيةها مسلمين أو كذا في دول فيها أقليات مسلمة زي اي دي أوروبا زي طلالات مهنة أمريكية زي اي تاني ربي كندا زي نيزلندا زي أستراليا دي مجموعة تعامل المجموعة الغنية في الدول اللي احنا قلناها للدول الخارجية ليس موت سبعين il 75 وール 25 يل 30 يعني ايه دي دول فيها نظام قوي اجتماعي زي ما اراجعت قبل كده هو وفيها خدمات اجتماعية للناس كلها فأنا ما صرفش أكتب من 25 الć 30 في المئة بداخل هذه الدولة والسبعينで 95 في المئة خارج زي الدولة في الدول آشد وفقرا في كل مكان في العالم دي المجموعة الأولى اللي هي مجموعة أوروبا وكندا وأمريكا الشمالية ونيزولندا واستراليا إلى آخر في مجموعة أخرى فيها عقليات مسلمة زي إيه؟ دايكينيا وتنزانيا وملاوي وجنوب أفراخيا يعني دخلت مجموعة اللي هي متوسطة الدخل اللي هي 15-20 اللي هي 15-20 يعني معناها إيه؟ معناها إن 20% من أموال الزكاة يخرجوا و85-80% يصرفوا داخل هذه الدول يعني 85-80% من الأموال تصرف في تنزانيا وكينيا وملاوي وجنوب أفراخيا لكن 15-20% في الخارج علشان مبدأ الإثار اللي إحنا بنكتلم معنا في مندوح أنا هقولها عشان فيك تيجد من الشيوك اللي بيحربونا زمان وإحنا بنجمع الزكاة مش حاسك لأنا أسماء الخلفية بتاعتهم يقول لك من أجمع الشمال الزكاة إلا الخليفة بس طيب ما فيش خليفة يا أبو خليفة ما فيش خليفة عمل إيه أنا؟ والناس بتموت والناس جعانة والناس عادشانة ما فيش خليفة هعود كده خلاص مجمعش الدولة الإسلامية لما كانت قوية زمان كان بتتولى تخديم الخدمات الاجتماعية لكل مواطنية ورعيها في كل مكان في العالم فكانت هي بتجمع الزكاة وتصرفها في الأطراف هذه الدولة طب الناس المحسنين زي حالتكم كده إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى واعدين هم أغنية أمولهم بيعملوا فيها؟ بيعملوا فيها حاجتين إما أنهم بيصرفوا جزء منها في الحي أو المدينة أو القلق اللي اللي هم عاشين فيها وجزء الثاني كانوا بيعملوا من الأوقاف اللي ما زال جزء منها إلى الآن موجود في الدولة الإسلامية كان في دولة خلافة كان يعني مركزها دمشق مركزها فيهم الآن كانت الكوفة أو كانت البغداد أو كانت القاهرة أو كانت قرطبة إلى آخره أو كانت إسطنبول إلى آخره فده حالياً في خلافة أيضاً في خلافة أوروبية مركزها في بروكسل في خلافة أمريكية مركزها موجود في واشنغتون وهكذا بغض النظر على التسميات دي كلها فالدولة الأمريكية العظمة القوية بتتولى أمر كل رعاياها لهم عبد 3.5 مليون هناك وكذلك الدولة الأوروبية في بروكسل بتشرق القوانين لكيف تخدم الخدمات الاجتماعية لكل الرعاية بتاعت هذه الدولة الأوروبية العظمة في داخل أوروبا ادخل الآن سبقاً بعد حدوث الثورة المعلوماتية وثورات منصات التواصل الاجتماعي أصبح العالم لا يعيش في قرية لا أقل من قرية بل يعيش داخل غرفة معيشة أو غرفة مكتب أو غرفة نوم أو شاشة الشاشة دي أين الشاشة دي؟ العالم كله عايش هنا في الشاشة دي كلها بلد وعند يقولك تب وي يعني ما الغرابة لا غرابة على الإطلاق ما تستنى لا غرابة بل على العكس حسبح بقى من هذا التكامل والتزاحم والزخم الكبير في تنوع في كل مناحي الحياة ليس كما كانت من قبل تنوع ثقافي فكري قيمي فقهي بالهاء فني أدبي أخلاقي تاريخي كله كله اختلف بكله يبقى بالتالي لا أستطيع أن أحمل أبناء قريتي على فقه يعتبر أحادي لأن ابن قريتي دلوقتي بيشوف في المدن الأخرى بيشوف في الدول الأخرى بيشوف في القرارة الأخرى أشياء مختلفة ومن حق هذا الابن أو من حق هذه الابن أن تتبنى أحد هذه السقافات أو أحد هذه السقافات أو أحد هذه الملفقية ولذلك لا أستطيع أن أحملهم على رأي واحد فقط فقط فأقول للشباب لا تحمل النصوص ما لا تطيق ما لا تطيق ولا تضيقون واسعا وتشقون على الناس فشق الناس عليكم فيما بعد لا تحمل النصوص ما لا تطيق ما لا تطيق وتضيقون واسعا وتشقون على الناس فشق الناس عليكم أتذكر هنا في حادثة حدثت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن عمر بن العاص أو أحد صحابه اشتكت زوجته للسيد محمد صلى الله عليه وسلم إنه ليس هو في النساء وكذا 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 والحياة وفاجأ أثى به فقال له أنا رجل أصوم النهار وأقيم الليل ولأقرب النساء قال له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم وأفطر وأنام وأقيم الليل ومتزوج النساء أعد يعني في شبابه وفي عنفوانه أعد يتناقش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاشات حادة كبيرة جدا فاتفق أنه حيسم السيام سيدنا داود لو يصوم يوم ويفطر يوم وهو كان شاب بقى في التلاتينات أو كذا حاجة دا كده في قبرة في عنفوانه لما كبر لم يفهم نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حينما أصبح كبير في السن وأصبح غير قادر أنه يلتزم بوعده الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت مشقة كبيرة عليه في الصوم يوم والإفطار يوم فالشباب دايما بيضيقوا على أنفسهم ليه؟ اعتبر نفسك سيامنة حتكون رجل عندك سبعين سنة أو أنه يكون مثلا واحد زي يكون مريض أو مقعد أو غيب عن الوعي فلابد أن أنا أؤسر ولا أعسر وأوسع في الحلال ولا أضيق أيضا الخلاصة بقى دي رسالة لنا كلنا لي أنا أولكم أننا هنا أننا هنا أيها الناس أو أيها الشباب لسنا في سباق من أجل جمع المال تعبت من الكلام اللي أنا قلته ده مئة مرة لسنا في سباق من أجل جمع المال بل في سباق من أجل التكامل والتأليف للقلوب وتوحيل الجهود لسنا في سباق للأسبقية والاستعلاء إننا هنا معا لوضع الرؤية متكاملة لماذا تسعد الفقراء والمساكين من المحتاجين إننا هنا لنذوب داخل الأروقة والدهليز المجتمعية التي تقوي أواصل المجتمع فنصبح فيها نحن مع الآخرين لونا من أطياف شموز هذا المجتمع المشعة إننا هنا معكم لنصبح إحدى خيوط الأنسجة المجتمعية الرابطة لأركان هذا المجتمع والرسمة لمسارات هذا المجتمع إحنا نكون جزء من كل وهذه سلطة للشباب المتحمس نحن لن نزايد على أهمية الدور الذي ينتظركم أيها الشباب أو العظم المسؤولية التي ستلقى على عاتقكم ستلقى شئتم أم أبيتم خلاص خلاص في مسؤولية ستترمي علينا فخذوا العلم من مصادره الموثوق فيها ولا تستمعوا لمن يحملونكم على الغريب من القول الضيق من الأفق والأراء الفقهية المعسول المسجع المسجع من ديباج ونظم الكلام من قراءة التاريخ من مسلسلات تلفزيونية درامية من سماع الفتاوى ممن ليسوا أهلا لهذا أو لإعتماد على مقولات الحق جوجل والشيخ ويكيبيديا في البحوث العلمية وغير ذلك أقولها تاني نتستمعوا لمن يحملونكم على الغريب من القول الضيق من الأفق والأراء الفقهية المعسول المسجع من ديباج ونظم الكلام قراءة التاريخ من مسلسلات الدرامية سماع الفتاوى ممن ليسوا أهل النهادة أو الاعتماد على مقولات جوجل الحق جوجل والشيخ ويكيبيديا في البحوث العلمية وغير ذلك من تجاوزها الزكاة يجمعوا يجمعوا لأموال الزكاة من يعملون الأبحاث والدراسات على من هم أشد فقرا وحاجر في المجتمع من يحفظون أموال الزكاة العملية مش عملية تحيط وخد أموال الزكاة مش بتتريمي كده مش بتتريمي كده لا بتحفظ تنمى وتعطي الأحق والأكثر استحقاقا بعض الدراسات بعض الدراسات لهاؤلاء الناس وهذه الفئات في المجتمع فإزاي أنا جاي أقول في يوم الأيام إن أنا مش حاخد مصاريف إدارية من مال الزكاة تعرفوا ليه من خبرتنا لأن هذه المجموعة من الشباب تقولك أنا الوحيد اللي ما ماخدش أموال زكاة أنت غلط ذكر ربنا أن لك خد أن لك خد أن لك خد من أنت لتقول لا أخذ أما إن كان عندك دخل آخر تستطيع أنك تنفقه على ما أقول وهو ماذا عن من هم أصحاب الحقوق كيف تجمع هذه الأموال كيف تصرف هذه الأموال الدراسات التي تعمل عليها فهنيئة أن أنا بك يعني لكل نحن منقول أنا حجيب حجيب عندي مال آخر مال آخر وده طبعا مش وارد بس أنا بإيه بتديهم العذر لابد أن تعني عمال ده أين مصدره الزكاة جمعتها إزاي صرفت عليها أنا أصرحوا جمع الزكاة من الناس يبقى فيه مصريف ليه مصريف الأبحاث بتديك ليه الحالات التي تصرف عليها الزكاة حالة المجتمع نفسه تقييم كيف صرفة أموال الزكاة على الناس على المجتمع وكذا لأن الزكاة مش شيء يترمي مش شيء يترمي مش شيء يترمي فوقه بقى واحد تعب تعب من الصراع من أجل جمع المال ليسりا الصراع من أجل جمع الخلوب بالصراع من أجل المنجهة والعنجهية والأولوية والأسبقية والناس بتموت والناس بتموت والناس بتموت في كل مكان في العالم انزلوا من البرج العاجي لننزل جميعا من البرج ل média العاجي كلمتنا فيها دي يا شباب تعلموا اللغة العربية وأنا بكلم بمنتهى الأنفة والعزة فهي سيدة اللغات بلا منازة بلا منازة ومدخل معرفة دينية لدينكم بلا منازة والمعرفة العقيدية بلا منازة والمعرفة الثقافية والتاريخية لأمتكم بلا منازة لا يضاهيها ولن يضاهيها أحد هذه اللغة التي كانت أصلها اليمن وأهل اليمن العرب العربة والعرب مستعربة اللي علموا سيدنا اسماعيل عليه السلام كيف تتعلم من العربية من زوجته الجرهمية اليمن اللي بتدبح دلوقتي وبيعاني وبيشرد وبيعذب إلى آخره يا شباب استمروا في التعلم مسية التعلم والتعلم شيء إيجابي فالعلم متعدد الأفاق والأبعاد ولا نهاية لمعلمات المعرفية فكل ذي علم عليم ولو كان البحر مدادا لكلماته ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلماته ربي ولو جاءنا بسليه مدنا علمناه علما عبد من عبادنا قال موسى أتبعك على أن تعلمني مما علمت قال لك قال أهل سيدنا موسى لما كان بيكلم مما علمت خدنا الخضر قال أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا كان بيقوله كده سيدنا موسى وده نبي قال له كأنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبره على ما لم تحبه خبرا يعني اتنين بشر اتنين بشر واحد فيه من نبي والتاني وليه من أولياء الله صحيح كيف تصبره على ما لم تحبه خبرا شوف العلم ماشي زي حتى موسى اللي كان بيزن أنه أعلم أهل الأرض جاء الخضر عليه السلام وعلمه استمروا في التعلم فالعلم متعدد للأفاق والأبعاد ولا نهاية لمعلوماته المعرفية تعلموا العلوم المعرفية لبناء الكائنات المجتمعية والعلوم الشرعية لبناء شخصياتكم الإيمانية وأخلاقكم السوية تعلموا العلوم المعرفية لبناء لبناء الكائنات المجتمعية والعلوم الشرعية لبناء شخصياتكم الإيمانية وأخلاقكم السوية لا تتعيسها الشباب لا تتعجلوا قطف ثمار شجيرة هي شجيرات لا تتعجلوا قطف ثمار شجيراتكم المعرفية وتتبوأوا مقاعد الفتية وتقولون المشهورة المشهورة التي قيلت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي هم رجال ونحن رجال يعني سيدنا ابو حنيفة ده رجل وابن حنب الرجل والإمام الإيمان بن سعد الرجل والشفعي رجل ونحن أيضا رجال من أنت يا من أنت يا أردت لك كتاب ولا كتابين قعدوا يطلبوا العلم في مدن وقرى مختلفة وصاروا على أقدامهم من عشرات السنين كي يحصروا العلم وحصروا العلم من مئات العلماء بل قولوا هم رجال ونحن ما زلنا طلابا للعلم أيها الشباب تذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لوهى الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني إن هذا الدين إن هذا الدين إن هذا الدين إن هذا الدين متين فأوغنوا فيه برفق يعني حبة حبة ما تشقوش على أنفسكم فشق الآخرين عليكم وفي رؤية البزار والحاكم في علميه والبيهقي وابن طهر وابن نعيم والقضاعي والعسكري والخطابي في العزلة عن جابر مرفوعا فإن المنبتة لا أرضا قطعة ولا ظهرا أفقا أنا مش حقولش في حديث يعني لا تشقوا على أنفسكم وتشقوا على الناس أيها الشباب امدوا على بركة الله وسيكون التوفيق حليفا لكم ولكن عليكم أن تدركوا أن الطريقة طويل والزاد قليل والتحديات كثيرة وأن أهم قواعد النصر هي العلم التطبيقي المجتمعي العلم الثقافي المعرفي العلم الديني العقيدي والعلم المخبرية التجربية العلم التطبيقي المجتمعي إذا كنت تخدم المجتمع فلابد أن تنزل لقاع المجتمع وتتعايش مع أبناء المجتمع في كل ركن من أركان هذا المجتمع ده العلم التطبيق المجتمعي العلم الثقافي المعرفي أن تعرف المعروفة الثقافية من مقارنة الشعوب والثقافات الأخرى والقراءة أيضا العلم الدين العقيدي الدين الذي يقيم العقيدة في الأفئدة ويحول الإيمان إلى عمل مجتمعي والعلم المخبرية التجربية الذي يكتشف التجارب حتى نطلع الفضاء أو الضرة أو كل الأدوية إلى آخرين يبقى عليكم أن أهم قواعد النصر هي العلم التطبيقي المجتمعي العلم الثقافي المعرفي العلم الديني العقيدي والعلم المخبرية التجربية بدون العلم لا تبنى المجتمعات وبالجهل تتوقف النهضات وتندثر الحضرات وهذا ما نجده الآن بين أمة اقرأ الذي تقرأها الله سبحانه وتعالى في القرآن اقرأ معناها ابحثوا عن المعرفة وانهلوا منها ليس فقط القراءة والكتابة المحو الأمية اعلموا أيها الشباب أيضاً أن الحرية أساس الإبداع وأساس التمكين والانتماء لماذا؟ أن الحرية أساس الإبداع والتمكين والانتماء والبناء المجتمعي المؤدي إلى بناء النهضات وتشهيد الحضرات وأن الحرية لا تمنح ولا يمنحها أحد لكم بل تنتزعها الشعوب انتزاعاً من بين أنياب وبراث الطغاء الفسدة أعلموا يا شباب أن الحرية أساس الإبداع تمكين والانتماء والبناء المجتمعي المؤدي إلى بناء النهضات وتشهيد الحضرات وأن الحرية لا تمنح ولا يمنحها أحد إليكم ولن يمنحها أحد إليكم بل تنتزعها الشعوب انتزاعاً من بين أنياب وبراث الطغاء الفسدة فعيشوا أحراراً مبدعين بناءين متكاتفين كي تسعد بكم الخلائق واردى عنكم رب الخلق والخلائق رزاكم الله خيراً ورد يا الله عنكم وشكراً لحسن استماعيكم لي وإن شاء الله يوم الجمعة حتكون المحاضرة باللغة الإنجليزية في الساعة السادسة والنصف سوف يكون المحاضرة باللغة الإنجليزية السادسة والنصف إن شاء الله هل هناك أي ملاحظة يا أخ علي؟ أو أي سبسار؟ لا حد لا يوجد مشاركات لو كان هناك أي مشاركة أو أي شيء يمكن أن الشخص يرساعده بحث يمكن أن يفتح المايك طب خلاص يلا شكراً يلا جزاكم الله خيراً ورمضان كريم عليكم كميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر